أنا مهندسة بيان راتروت رئيس قسم الفنون التطبيقية في كلية هشام حجاوي بحب أعرفكم على قسمنا قسم الفنون التطبيقية بضم أربع تخصصات لدينا تخصص التصميم الداخلي والديكور تخصص التصميم الجرافيكي وتخصص التجميل والعناية بالبشرة وتصفيف الشعر وتخصص تكنولوجيا الوسائة المتعددة وتطوير الويب التخصصات طبعا هي تخصصات تقنية احنا منخرج خريجين مؤهلين للعمل في سوق العمل بدي أبدأ فيهم تخصص تخصص عنا طبعا تخصصنا الأول والرئيس اللي كان في القسم وبعدها تطور القسم هو تخصص التصميم الجرافيكي تخصص التصميم الجرافيكي بيخرج خريجين مؤهلين لتصميم التصميم الجرافيكية بشتى أشكالها سواء المطبوعة أو المرئية أو حتى المسموعة الطالب بيكون عنده القدرة على إنشاء شغل خاص فيه وكمان العمل في الشركات الكبيرة اللي بيلزمها تخصص التصميم الجرافيكي اللي هو تصميم الإعلانات والمطبوعات سواء البرامج التصميمية اللي بيشتغل عليها الطالب وهي زي ما حكيت قبل شوي إما مطبوعة أو على صفحات الويب منيجي بعديها طورنا القسم وصار في عنا تخصصات أخرى اللي هي التصميم الداخلي والديكور والحمد لله في إقبال جيد من الطلبة على هذا التخصص وكمان في استقبال إلهم في سوق العمل لأنه إحنا في وقتنا الحالي الجميع بيحب يجمل ويحسن المكان اللي هو عايش فيه فطلابنا بيكونوا مؤهلين لإعداد مخططات وتنفيذها لتصاميم داخلية للفراغات الداخلية سواء كانت الفراغات هاي للاستخدام اللي هي الفراغات المعيشية أو التجارية تخصص التجميل وتصفيف الشعر والعناية بالبشرة كمان من التخصصات التي تلاقي كمان إقبال جيد من الطلاب وطلابنا وطالباتنا والحمد لله بيستوعبهم سوء العمل لأنهم إحنا طلابنا كانوا من أوائل الطلاب الخريجين اللي بيحملوا شهادة الدبلو مستنتين في هذا المجال وتستوعبهم صالونات التجميل تستوعبهم كمان وزارة التربية والتعليم كمدرسين في المدارس المهنية اللي تخصصاتها جميل وطلابنا الحمد لله مؤهلين لأنه عنا كوادر جيدة عنا معدات جيدة ومختبرات جيدة وتخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب كمان هو من التخصصات المهمة جدا اللي بتخرج طلاب مؤهلين لعمل تصاميم وتطوير برامج على الويب على الكمبيوتر على شبكات التواصل على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الويب لتصميم إعلانات مرئية مسموعة ومتحركة كمان هذا بالنسبة لتخصصات القسم عندنا وسوق العمل بيستوعبهم والحمد لله لأنهم إحنا خريجيننا بكونوا يمتلكوا مهارات تقنية ويستطيعوا العمل على أجهزة الكمبيوتر والبرامج المختلفة للتصاميم أو للتخصص المتعلق فيه اشتركوا في القناة